انا براح ساعة 12 دي قلت طب انا ممكن ابقى افر في التليفون شوية فابتدي ايه دماغي توجعني وارجع انام تاني لقيت الصورة بتاعت البنك الاهلي مع المانيكان اللي هم عاملينها دي مقدرتش مقدرتش كل خلايا مخي صحيت في لحظة عشان تحاول تفهم ايه اللي انا ببص عليه ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة ومنقشة جديدة من فيلم جامد والنهاردة هنتكلم عن فيلمين شفتهم وارا بعد فيلم روز ايلند وفيلم دا كول وقبل ما نخش في التفاصيل بس عاوز افكركم تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا اول ما تنزل حلقات جديدة تعرفين ما بحبش اصدعكم قوي بالطلب ده بس ايه فترة لفترة كده احب افكركم ويلا بينا نخش في الموضوع امبارح الساعة امبارح دخلت نمت الساعة تسعة امبارح بعد ما عملنا الستريم بتاع الجواز ما نمتش اشتغلت شوية وبتاع وكلام زي ده وبعدين كان عندي مشوار وفاني اخ قمت قمت قدام التلفزيون شوية وبتاع وبعد كده على الساعة تسعة لقيت نفسي بزقت فدخلت نمت على اساس ان انا حصحى الصبح بقى النهاردة فقلت ده محتاج يتضرب فيه فيلمين تلاتة مش مش فيلم واحد يعني فقعدت شوية كده الاول ما بين الستريمات بتاعت الشباب بتاعت الفيفا وما بين الستريم بتاع ديزني نفسه شفت منه حاجات مقتطفات كده وبعدين قلت يلا نخش في اول حاجة دخلت في الفيلم الايطالي اللي موجود على نتفليكس اللي هو روز ايلاند آآ ما لقيتش حد تكلم عنه خالص ما لقيتش اي حد قال عنه اي حاجة ولو انه من الجديدة وشكل البوستر بتاعه زريف جدا وبتاعه فضربته تفرجت عليه وبعدها روحت راجع تاني قعد تتفرج على ستريمات الشباب شوية وبعدين قعد تتفرج على شويتين شفت منه شوية حاجات شفت التريلر بتاعت لوكي وشفت البايبر كان اول مرة حتشوف بايبر كان جامل جدا وبتاعه وبعدين لقيت لسه فيه صحيات روحت ضرب الفيلم الكوري اللي انت كنت بتقولولي عليه هو الفيلمين حلوين بس انا انصح بكل تأكيد ان لو في حد عاوز يضرب فيلمين في بروجرام واحد زي ما انا عملت كده يشوف ده كل الاول وبعدين يشوف روز ايلاند علشان ينام مبتسم وسعيد كده ما يجيلوش كوابيس زي ما جالك روز ايلاند ده احداثه بالدور سنة التمانية وستين عن حاجة مجنونة جدا حدثت بالفعل المنتجين بتوع الفيلم بيقولوا ان الاحداث اللي في الفيلم ده ات خمسة وتمانين في المية منها حقيقي بنسبة مية في المية وخمستاشر في المية بس فيهم حرية درامية عن مهندس خريج هندسة عاوز يعمل الاختراعات مجنونة وعاوز يعمل حاجات يغير بيها شكل الحياة ويطبق فيها افكاره ولكن البيروقراطية والقوانين بتاعة البلد اللي هو عايش فيها وبالتحديد في الفترة اللي الاحداث بتدور فيها وده موضوع مهم عاوز اذكره يعني بتخليه دايما مخنوق ومتدايق لغاية لما في وسط حوار كده بنوع من انواع التهور بيقول لك انا عاوز اعيش في جزيرة الواحدي ما فيهاش قوانين ما فيهاش اي حاجة وبعدين ابتدت الفكرة تكبر في دماغه فعمل الجزيرة بدل ما يعيش في جزيرة بنا جزيرة والجزيرة دي عبارة عن منصة مش عارف ربعمية متر ولا ايه بالزبط حاجة كده بناها على بعد ستة ميل لو انا فاكر صح يا دي الحدود بتاعة السلطة البحرية لاي دولة على الحدود المائية بتاعتها يعني بعد ستة ميل من الشاطئ بتاع اي دولة دي مياه دولية مش بتاعت حد فهو بعت فعلا الستة ميل وبعدين طلع باختراع ابن لازينة بحيس انه هو يبني المنصة اللي هو بناها دي وتبقى مترسخة في الارض وقرر انه هو يستقل بيها يعني دي تبقى بلد لوحدها وليها مواطنينها وليها الباسبورتات بتاعتها وساعة طبعا الاحداث دي كلها تصعودية ما بتتريميش فوق شك مرة واحدة يعني وساعة انه هو يجب لها اعلان استقلال من الامم المتحدة ويثبت ان هي دولة مستقلة من الكونسل الاوروبي بتاع النزاعات ما بين الدول وبتاع معرفش مين الاحداث عملها تنتقل ما بين الاجواء الكوميديا الخفيفة ودايما لازم تفكر نفسك وانت بتتفرج ان دي احداث حقيقية حصلت فعلا والاجواء الجادة اللي فيها انعكاسات على الفترة اللي احداث بتدور فيها اللي هي كانت فترة قمع حريات قوية جدا في ايطاليا بعد الحرب العالمية وانتقالها من الفاشية لما يشبه الديمقراطية اللي هما كانوا بيصعوا لها والكلام ده والصوت بتاع الشباب بقى اللي عاوز يلاقي نفسه الحركة الاوروبية المتزمنة مع حركة الهيبيز والحرب بتاعة فيتنام والكلام ده كله بس فيلم ممتع جدا 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 حقيقيا الشخص المهندس دوت اسمه لو انا فكر اسمه صح كان اسمه جورجيو جورجيو روزا فهو سمها روزا ريبابلك الدولة اللي هو عملها على البلاتفورم ده وزي ما بقولك الميزة الاساسية في الفيلم هي التنوع في الاجواء يعني اولا انجاز المشروع ده نفسه واخد حقه في تمييز او في شرح ليه بيبرر او بيثبت قد ايه شخص ده شخص عبقري وبعدين عندك الاجواء الكوميدية المتعلقة بجنان الفكرة رغم تواجد دوافع كافية لكل حاجة بتحصل جواها وبعدين عندك الجانب الجاد ده اوي بتاع المقاومة بتاعة المجتمع الغاضب عنها وهي السلطة اولا واخيرا مع عدم اطفاء اجواء من القصوة على الناس دي رغم ان هي موجودة لكن في اغلب الاوقات ممكن تتفرج على اليوم وتضحك برضو علشان الاجواء العامة تبقى خفيفة وهو فيلم سعيد حتى واحداثه كلها على بعضها ممكن تكون مجنونة ويكون فيها مقاومة او قمعة او حاجات بالطريقة دي بس هو ما بيحاولش يكئبك ما بيحاولش يزععلك ودي حاجة انا بقدرها جدا في الافلام بالاضافة لان الاكسنت الايطالي في السنما جان ده جدا الايطالي والاسباني والبرتغالي والكلام ده تحس انك تسمع مزيكة وانتو تتفرج عموما الافلام الاوروبية من الحاجات الجميلة فيها انها افلام منفتحة جدا عبر التاريخ كله صعب اوي تلاقي فيلم اوروبي منغلق على البيئة بتاعته تحس كده ان العلاقة ما بين دول اوروبا عاملة زي العلاقة ما بين الولايات بتاعت امريكا مع بعض فدائما تلاقي جنسيات مختلفة دائما تلاقي لغات مختلفة دائما تلاقي اشارات لاماكن مختلفة نادر اوي لما تلاقي فيلم أوروبي حتى لو فيلم تجاري منغلق على نفسه دي من الحاجات الجميلة في الثقافات الأوروبية بشكل عام حتى لو رحت دولة في أوروبا هتلمس الموضوع ده الساونتراك بقى رائع في الحتة دي لأنه فيه أغاني فرنساوي فيه أغاني إيطالي وفيه أغاني أمريكاني وفيه أغاني معرفش مين وبتعبر عن الحقبة الناس اللي بتحب الساونتراك بتاعت الأغاني بتاعت الفترات الزمنية المحددة وبالذات فترة اللي نفتح بين تلازينة والأنركي والتمرد الشديد بتاع الستينات وبداية السبعينات والكلام ده المزيكة هتعمل دماغ من الحاجات برضو اللي عجبتني في روز آيلاند إن الولد البطل أولا هو كاستين شويس هيل الولد رائع طول ما تبوص في وشه وتحس بإن فيه ملامح عبقرية على شوية بلاها على حب التخطي للقواعد لأنه دايما بيقعد يسأل نفس السؤال بتاع ليه لأ وبتصدقه لما بيطلع منه وأهم حاجة على الإطلاق أنه شبه روبرد نيرو هو صغير جدا فيلم روز آيلاند فيه بعض الوجوه المألوفة بالنسبة لنا طبعا الفيلم الكوري معرفش فيه أي حد روز آيلاند فيه الراجل الفرنساوي اللي كان قايم ببطولة فيلم أنتو شابي اللي هو الفيلم الفرنساوي بتاع الراجل اللي كان قاعد على كورسي المتحرك ده اللي هو الشخص اللي كان قاعد على كورسي المتحرك بس دور مش كبير قوي ومن جيموف ثرون جاكن هاجار موجود في الفيلم وعمل دور مسخرة أنا ما كنتش عارف أن الراجل ده ممكن يطلع كوميديا دور مسخرة من الحاجات برضو اللي عجبتني قوي فروز آيلاند إن فيه مشهد فيه فكرني جدا بالإرهاب والكباب الإرهاب والكباب كان مقدم وزير الداخلية في شكل شخصية ساخرة طوال أحداث الفيلم وأنا دلوقتي ما بحرقش الإرهاب والكباب بس أنا بموت في الإرهاب والكباب لغاية لما اجيه في لحظة معينة وراح موري الوش التاني فجأة بتحس إنك بتشوف فيلم أوروبي نقل ثيم فريدة جدا وصعبة قوي تشوفها متوفرة في أفلام كتير في مشهد من مشاهده إن فجأة كان فيه شخصيات حكومية منها شخصيات بتتقدم في إطار ساخر وشخصيات أخرى إطارها جات شوية أو فيه درجة من درجات الرصانة حبتين وفجأة تكتشف إن الوش القبيح بيطلع من الشخصيات اللي كان شكلها تفهة في الأول ودي برضو ثيم شافها معقدة وبحترم جدا أو بحس بالفخر إنها لما تقدمت تقدمت عندنا إحنا الأول ده كل ده إعادة لفكرة تقدمت في فيلم مش فاكر جنسيته إيه هو بريطاني معرفش بريطاني لاتيني اتعمل في سنة 2011 2012 كده يعني سيبك من الفكرة الأساسية وهم أخدوها برضو درس في حتة إزاي تقتبس أو إزاي تنقل أو بتاع هم أخدوا قلب الفكرة وعملوا عليها فيلم مختلف تماما قلب الفكرة بمنتهى البساطة هو تليفون في بيت تيجي عليه اتصال ترد تكتشف إن في حد بيكلمك وبعدين بيحكي لك حاجات وبيستغيس بيك وكلام زي ده وإنت ما تعرفش ده مين ولا إيه الحكاية وبعدين تبتدي تربط واحدة واحدة إن اللي بيكلمك ده بيكلمك من نفس البيت اللي إنت عايش فيه ولكن من عشرين سنة فكرة نفسها كده أول لما تسمعها تبتدي إيه زهزة في موخك شويتين الشخص اللي بيتلقى المكالمات دي بنت والشخص اللي بيرسل المكالمات بنت في نفسه عمرها بالزبط ولكن زي ما قلنا كده من عشرين سنة دي عندها أزمة كبيرة حصلة دلوقتي حالا ودي عندها أزمات كتيرة بتعاني منها في حياتها خلينا نفتكر دي موجودة قبل دي بعشرين سنة يعني الأزمات اللي موجودة في حيات دي كتير منها في رأي دي في رأي البنت اللي من عشرين سنة لسه ما حصلتش فدي ممكن تتدخل وتحل مشاكل من دول ولكن هي مش عايزة تحل مشاكل من دول ببلاش المشاكل اللي بتحلها ليها تمن الأجواء بتاعتنا فيها سسبنس وفيها إصارة وفيها شد أعصاب وفيها بعض المحتوى الدموي ولكنه مش عنيف قوي مش سيء قوي ومليان تقلبات وتوستات وبتاع ما عرفش مين بس زي ما بقول كده فيلم بتاع كوابيسي فيلم ده الكول ما هواش فيلم متقيل ده فيلم خفيف حتى وهو رعب حتى هو مليان سسبنس حتى وهو مليان حاجات زي كده ده هو فيلم تجاري في المقام الأول والأخير مليان فجوات فيه فجوات منهم فجوة ما فيهاش حرق على الإطلاق إن مثلاً البنت اللي تستخدم التليفون علشان تتصل بالمستقبل دي والتليفون ده حكايته كل عالم بعدها عمره ما بتتشرح محدش بيشرح ايه سره يعني موجودة في بيت فيه بني قدمين تانين والبني قدمين التانين دول عمره ما اكتشفوا ان التليفون فيلم مشكلة دي ودئيس على كده أثناء الفيلم فيه بعض الفجوات الأخرى مش مزعجة قوي أثناء المشاهدة بس فيه فجوات فيه أداء تمثيلي ممكن يتقال على ركيك في بعض المشاهد انفعالات انت ممكن تتوقع انها تبقى أقوى من كده أو أحد من كده اللي هي أكثر حدة يعني ولكن ما بتحصلش ما فيش قدمك الكلام ده بس في النهاية في حد تعريفه كفيلم تجاري بتاع ساسبينس بتاع إصارة في بعض الأحيان رعب مليان غموض ممكن يخدعك مرة أو مرتين بس في أغلب الوقت سهل تتوقع اللي هيحصل في المراحل اللي بعد كده هو فيلم كويس جدا الفكرة في حد الزات هتجيب كوابيس يا معلم يعني الفيلم من غير ما ودي ميزة الأفلام اللي قايمة على فكرة يعني المفهوم فيها هو المسيطر أو هو الطاغي على اللي انت بتتفرج عليه إن المفهوم نفسه لو كريبي لو يصدر لك لو يصدر لك رعب مخك بيبتدي يغزل سيناريوهات بتتبع نفس السيناريو ده أو بتتبع نفس الكونسب ده ومخك بقى بسم الله ما شاء الله لو مخ مبتكر ومروّق وضارب حيبعتك لحيطة مش كويسة خالص المشاهدة العائلية لو العائلة يعني متفتحة شوية قلبها مش خفيف قوي يعني الدنيا تعدي ما هواش رعب يعني إن احنا نوصف فيلم ذا كول بإنه فيلم رعب ده توصيف ممكن يكون غير لائق شويتين هو فيلم إثارة فيلم ساسبينس ثريلر ماشي هورر لا لا يرتقي لمرحلة الهورر خالص أنا اطلاعي على السينما العالمية كله على بعضه مش جيد يمكن تكون من الأثار الإيجابية القليلة جدا لسنة عشرين عشرين سينما باياً إنها دفعتني لإني أطلع شوية على بعض الأفلام الأسباني وبعض الأفلام الدنماركي وبعض الأفلام الفرنساوي والإطعالي والكوري والأفلام اللي شفناها في المهرجان بتاع الجونا والكلام ده يمكن يكون شيء كويس وهي أفلام ليها سحرها طبعاً بس مشك منها كوري يبقى خلاص بقى نخاف ونمسك لا فيه كوري تجاري هايف برضو يعني فيلم ذا كول ده مش فيلم تقيل على أي مستوى من المستويات حتى لما تيجي تفكر على مستوى الإسقطات اللي ممكن تستفاد منها إن شاء الله حلقاتنا ومناقشاتنا حيستمروا وإن شاء الله بإذن الله عبد الحلقات حيزيد من هنا ورايح وأتمنى أن كل اللي بيحصل ده يكون عجبكم ولو عندكم أي اقتراحات أو أراء ممكن تحسن الحملة الجديدة اللي احنا طلعين فيها دي يا ريت تقولولي عليها في التعليقات ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي